سوريا فعلا الناس يموتون اكثر لا يتموتون في مغرب عندما انتعاك الحقوق الإنسان لا يتموتون ما تريد خدمة لا يستطيع أن نتعلم الحراكة التي يتمكن منهاته لا يمكن أن نعتبره جريمة الإنسانية لأنه لا يتمكن على نتق واسع أو لا يمكن؟ لا يتمكن على نتق واسع ثانيا إذا نرى العناصر المكونات في جريمة الإنسانية أو لا يمكن أن يكون منهاجية وما كان منهجي. عندما يرى مصر ما يفعله، منهجي يتجرب العيد. يعني كان واحد اسميناها بالإنجليزية The assembly line of torture. ما كيف نترجمها مع هذه؟ بحالة واحد لوزين. كان واحد تلسل منهجي. كان واحد تلسل منهجي. أولاً يختطفوك في الزنقة وكيدروليك أصبع على عينك وكيدرولك في الترميك وكيدرولك راسك تحت الكراسة وكتوصل لواحد البلاصة غير مجهولة وكتتسمى مختافي لأن العائلتك ما عارفكش فينك البوليس ما كيقولوش أنك عنهم وكتدوز واحد لعدد للوقت واحد لعدد للأيام وانتت واحد ما عارف فينك هذا كيتسمى الاختفاء القسري وكيبدو يضربوك قبل قعم يسؤولوك على تشي حاجة كيضربوك وكيعلقوك في الحيط وكيعلقوك يديك في الحيط اللور وكيدروليك للساعة الكهربائي وهذا الشي كله بطريقة بحل واحد تسلسول مو منهج هذا الشي ما كانتش في المغرب كانتش في المغرب اللي وقع للناس دي الحراك هي أنهم تقبطوه ومنين تقبطوه تضربوه في الكوميساريات ومن بعد تيقوليك كل واحد كيفاش سناء الاعترافات ديالو تحت الإكره وكانت أساليب مختلفة دي الإكره كتختلف من ساجين لساجين لذلك هاد الصفة ديال منهجية مايمكنش تطبق على المغرب كيفش تطبق على مصر لذلك لا نحن في المغرب بعد من الجريمة الإنسانية لذلك